اهلا وسهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة تونسنا صرح الامين العام المساعد للاتحاد العام تونسي للشغل نوردين الطبوبي في حوار إذاعي الاثنين ان القصة الاولى من الزيادات في اجور موظف القطاع العام والمقدر ب35 دينارا ستصرف ضمن جرايات الشهر المقبل يذكر ان البروتوكول الذي تم انضاؤه من قبل الحكومة المؤقتة والاتحاد العام تونسي للشغل يقضي بزيادة اجور موظف القطاع العمومي لسنة 12 و2000 ب70 دينارا سيتم تزديدها على قصتين قالت مصادر صحوفية ان بعض قيادات التيار السلفي بمدينة تطاوين يعملون على تجنيد العشرات من الشباب التونسي ضمن معسكرات التدريب الليبية ليتم نقلهم الى سوريا عبر تركيا بالتعاون مع قيادات جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا وبالتنسيق مع جماعة الاخوان في سوريا وبتمويل من سفارة القطرية بطرابلس واكدت ذات المصادر ان عمليات التجنيد وتسلل تجري بالتنسيق مع مجموعات ليبية مسلحة تسيطر على غرب ليبيا لا سيام المجموعات التابعة لعبد الحكيم بالحاج الذي قالت انه يسيطر على ترابلس ويتولى نقل السلاح والمقاتلين الليبيين الى سوريا اعلنت اللجنة الامنية العليا في ليبيا انها القت القبض على اثنين وثلاثين شخصا يشتبه في تورطهم في التفجيرين الذين نفذه في القلب العاصمة ترابلس فجر يوم العيد وادى الى مقتل شخصين وجرح خمسة اخرين وقال مسؤول في اللجنة ان المتورطين ينتمون الى شبكة منظمة مؤيدة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي ليبيا تقع بين سندان التدخلات الخارجية ومطرقة فورل النظام السابق الذين يحاولون وعلى ما يبدو زعزعة استقرار البلاد مستغلين فاراغا امنيا هو من اكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الليبية الجديدة فعملية القبض على اثنين وثلاثين شخصا ممن اسمته مسلطة الليبية ازلام النظام السابق والذين يشتبه في تورطهم في التفجيرين الذين هزى اول ايام العيد قلب العاصمة ترابلس يشير الى وجود خلايا نائما موالية لنظام العقيد الراحل معمر القذافي بالرغم من رغبة ليبيا الجديدة على المرور الى مرحلة ما بعد القذافي ورسم الانتقال الديمقراطي للبلاد السلطات الامنية اكدت ايضا ان المعتقالين لهم صلة متينة بشبكة منظمة هدفها ضرب المنشآت الامنية والمصالح الحكومية الامر الذي جعل النشطاء السياسيين الليبيين يطالبون المؤتمر الوطني العام الحاكم باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تعاجل في استجلاب المطلوبين للعدالة والفرين الى دول الجوار اجراءات اكد النشطاء انها ستقضي على مصادر تمويل الجماعات المسلحة التي تنشط في كامل التراب الليبية التفجيرات الاخيرة تزامنت ايضا مع قرار السلطات الليبية محاكمة سيف الاسلام القذافي في مدينة الزنتان اوائل سبتمبر المقبل بعد ان توصلت الاتفاق بهذا الشأن مع قيادات الميليشيات التي تحتجزه منذ القاء القبض عليه في نوفمبر الماضي بالرغم من نجاح الانتخابات الليبية والانتقال السلمي للسلطة الا ان المشهد الامني المتدهور في ليبيا جعل الشارع الليبي يضغط على الحكومة لتحقيق الامن وحماية مؤسسات الدولة خاصة بعد ان خاض حربا كلفته ارواح الالاف من ابناءه استقبلت سوريا ثاني ايام عيد الفطر وسط تواصل القصف على عدد من المدن والبلدات السورية ما اسفر عن مقتل واصابة العشرات يأتي ذلك فيما اكد وزير الخارجية التركي احمد داود اغلو ان بلاده ربما لا تستطيع قريبا استيعاب المزيد من اللاجئين الفارين من سوريا قدر السوريين ان لا ينعموا بفرحة العيد كسائر الشعوب الاخرى فمظاهر العيد غابت تماما في عدد من المدن والبلدات السورية في ظل تواصل القصف العشوائي والمواجهات الدامية التي اصفرت عن مقتل واصابة العشرات حلب ودمشق لم يعرف الهدوء في ثاني ايام العيد وسط تجدد للاشتباكات بين المعارضة المسلحة والجيش النظامي في العاصمة السورية التي تعرضت لعملية قصف نفذها الجيش النظامي على عدد من البلدات كان اعنفها على بلدة معظمية الشام بريف دمشق والتي اقتحمتها قوات النظام بعد ساعات من القصف العنيف بالدبابات ما تسبب في سقوط ابنية بحسب الهيئة العامة للثورة السورية حلب المدينة التي بدأت فيها المعارك منذ شهر تعرضت هي الاخرى الى قصف عنيف تمكن خلاله الجيش الحر من اسقاط مروحية بحسب مرصد حقوق الانسان السورية مؤكدا بسط المعارضة سيطرتها الكاملة على عدد من احياء حلب بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وتأتي هذه التطورات الميدانية فيما اكد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان بلاده ربما لا تستطيع قريبا استعاب المزيد من اللاجئين الفارين من سوريا خاصة بعد ان وصل عددهم الى نحو سبعين الف في ظل تصاعد القتال في المدن السورية ما قد يطرح ازمة جديدة في سوريا وامام فشل كل الخطط السلمية لوقف الازمة في سوريا لتزال الدول الغربية تبحث عن حلول جديدة حيث اعلن وزير الخارجية الفرنسي لورانفابيوس انه يجب اجراء مباحثات مع روسيا لتضييق الخناق ماليا على نظام الرئيس السوري بشار الاسد مؤكدا ان النزاع الدائر في سوريا يكلف دمشق مليار يورو شهريا اقتراح فرنسا ربما يكشف عن نواياها بشأن الحل العسكرية لسيما وان الوزير الفرنسي اكد مجددا ان بلاده لا تعتزم التحرك عسكريا في سوريا خارج اطار دولية مستبعدا احتمال تسليم اسلحة للمعارضين السوريين نظرا لالتزام فرنسا بحذر على الاسلحة فرضه الاتحاد الاوروبي ومن جهة اخرى نفى المبعوث المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي اي تصريحات له بشأن تنحي الرئيس السوري بشار الاسد مشددا على ضرورة انهاء معاناة الشعب السوري باسرع ما يمكن ويأتي نفي الابراهيمي بعد تداول وسائل الاعلام لتصريح النصب اليه قال فيه انه من المبكري الحادث عن تنحي الرئيس السوري ما دفع المجلس الوطني السوري لمطالبته بالاعتذار للشعب السوري اعلنت مصلحة الارصاد الجوية الفرنسية ان الارتفاع الاخير في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد يعد الابرز منذ اسبوعين حيث تجاوزت درجات الحرارة القصوى الاربعين درجة واعلنت الارصاد الجوية الفرنسية عن تراجع طفيف في درجات الحرارة بداية من الاثنين مؤكدة في نفس الوقت تواصل موجة الحر في العديد من المقاطعات الفرنسية اكدت سفارة الروسية في الخرطوم ان طيارا روسيا قتل في حادث تحطم الطائرة السودانية امس الاحد والذي اودى بحياة واحد وثلاثين شخصا بينهم ضباط ومسؤولون حكوميون وقال الناطق الاعلامي لسفارة ان القتيل الروسي هو من كان يتولى قيادة الطائرة ساعة الحادث مشيرا الى انه كان يعمل بعقد خاص مع شركة الفا ايرلاينز المشغلة لرحلة طائرة المنكوبة ارجأ النواب الصوماليون في اول اجتماع لمجلسهم الاثنين انتخاب الرئيس الجديد للبلاد بعد انباء عن خلافات قبلية على انتخاب بعض الاعضاء الجدد ويفترض ان ينهي انتخاب الرئيس الجديد عملية معاقدة جرت تحت رعاية الامم المتحدة والمجتمع الدولي وتهدف الى احلال مؤسسات جديدة دائمة محل المؤسسات الفيدرالية الانتقالية وفي جنوب افريقيا قالت شركة لونماين ثالث اكبر منتج للبلاتين في العالم ان عمالها المذربين بدأوا بالعودة الى العمل بعد مقتل 44 شخصا الاسبوع الماضي في اعمال عنف استمرت اسبوعا في احد مناجمها تلقت الاكوادور دعما من قبل التحالف البوليفاري للامريكيتين في الازمة الناشئة مع بريطانيا بسبب مؤسسي موقع ويكيليكس جوليان اسانش الذي لجأ الى سفارة الاكوادور في لندن وانتقد اسانش في خطاب القاه الأحد الولايات المتحدة داعيا الرئيس الامريكي باراك أوباما الى وقف ما وصفه بالحملة المغرضة عليه وعلى موقعه على الانترنت مسلسل حصار جوليان اسانش في سفارة الاكوادور في العاصمة البريطانية لندن تسارع تحداثه لكن اخر حلقاته قد تطول اكثر من المتوقع في ظل تواصل الضغوطات الدبلوماسية التي تمارسها الدول وأمريكا اللاتينية من أجل احترام اللجوه السياسي الذي قررت الاكوادور منحه لمؤسس موقع ويكيليكس اسانش الذي وجه الأحد انتقادات حادة للولايات المتحدة من شرفة في سفارة الاكوادور في لندن داعينا الرئيس الامريكي باراك أوباما الى وقف ما وصفه بالحملة المغرضة عليها وعلى موقع ويكيليكس وبالتالي حرب أمريكا للتقليس من حرية الصحافة وحقية الحصول ونشر المعلومة دون منع أو تضييق الاكوادور التي احتضن تاسانش دخلت في سجال دبلوماسي مع لندن لقيت دعما من التحالف البوليفاري اليونسور الذي يضم 12 دولة من بينها الارجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا والتشيلي والاكوادور والبيرو وفنزويلا تحالف اقليمي جاء أثر التهديدات البريطانية باقتحام سفارة الاكوادور الأمر الذي استبعده وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الذي ترغب بلاده في تسليم أسانج إلى سويد للتحقيق معه بتهمتي الاقتصاب والاعتداء الجنسي ويخشى أسانج الذي لجأ إلى سفارة الاكوادورية في لندن قبل شهرين من أن يكون ترحيله إلى سويد مقدمة لتسليمه لاحقا إلى الولايات المتحدة أين يتوقع أن تتم ملاحقته بتهمة التجسس بعد نشر موقعه مئة ألاف الوثاق السرية الأمريكية نهاية عشر وألفين حتى أن بعض مويديها يحذرون من أن هذه التهم الأمريكية قد تعرضه لعقوبة الأعدام أسانج يحارب غضب العم سام بعد أن تسبب التقارير ويكيليكس في فضح معاملات الدبلوماسية الأمريكية طالبت اليابان الحكومة الصينية بحماية نشطائها الذين نزلوا على الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي جاء ذلك بعد أن خرجت مظاهرات حاشدة في بيكين وأعدت مدن أخرى احتجاجا على وصول مجموعة من النشطاء اليابانيين للجزر دعما لأحقية الصين في ملكية تلك الجزر إلى هنا تنتهي نشرتنا شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة